يعني شفنا الزمالك تقلق شفت المباراة مباراة حملة ازاي تأهل الزمالك ليه النهائي يعني ومستنين ايه تاني من الزمالك مستنين بقى ان هو ياخد ان شاء الله لقب كاس الكونفدرالية على حساب فريق نهضة بركان المغربي المباراة مباراة زواج كسب 3-0 فريق دريمز فنيا اقل كتير جدا من الزمالك والطبيعي ان الزمالك يكسبه روح جاي يعني الناس كانت متخوفة من مباراة العودة امبارح عشان نتيجة مباراة الذهاب اللي انتهت بالتعادل هنا في القاهرة صفر صفر ولكن النتيجة ما كانتش تعبر بأي حال من الأحوال عن المستوى الفني الفريق الزمالك والمستوى الفني الفريق دريمز مباراة القاهرة كانت تخلص بكل سهولة 6 أو 7 لصالح الزمالك ولكن سوء الحظ وعدم التوفيق اللي صادف لعبت الزمالك في مباراة الذهاب هو اللي خلى نتيجة تنتهي بالتعادل السلبي ولكن قدر لعبت الزمالك والجهاز الفني انهم يصححوا الوضع مرة تانية والأمور ترجع لنصابها الطبيعي ان الطبيعي ان الزمالك هتأهل على حساب فريق دريمز الغاني المباراة لها اكثر من مكسب لنادي الزمالك بجانب الثقة اللي رجعت ليه لعبة الفريق والجهاز الفني شوفنا اول ظهور يمكن من بداية مباراة للزياد كمان لعب الوسط في نادي الزمالك محمد عواد مباراة كان لعب مباراة في غاية العظمة انقذ المرمى من اكثر من فرصة محقاقة برضو سامسون ان هو يجيب هدف بعد الانتقادات اللازعة اللي كان بيتعرض لها لان لعب للزمالك محتاجين دايما الدعم كان في فترة من الفترات في انتقادات سلبية معرضين لتشكيك في قدراتهم في النهاية هم دول اللعيبة اللي بيمثلوا نادي الزمالك والناس مجبرة على النهاية تسندهم يعني جمهور الزمالك مجبرة لان هو يسندهم لان هم دول اللي لابسين التيشيرت بتاع فريق نادي الزمالك نادي الزمالك